هنروح للسكواش فاكين الخبر اللي كنا قلنا ان المهند السام ناصر تم طبعا ايقافه بسبب اختراق الفقاع اتحاد السكواش الدولي البي اس اي او احتياد السكواش المحترفين استبعد نوران جوهر دي صورتها من بطولة بلاك بول اللي بتتلاقي في مصر للسيدات وهي المصنفة التانية عالمية استبعدها ليه عشان اخترقت بالفقاع طب اياه كابتن هيسم هي اخترقت الفقاع خرجت برة راحت سلمت على حد خرجت تاكل برة مثلا رواحت البيت جابت حاجة لا خالص ده كل عملته راحت الجيم اللي جوه الملعب او اللي جوه الملعب بلاك بول راحت اتمران التمرين عمل التقويات قبل ما تلعب فطبعا الجيم ده برة البابل هو الجيم المكان نفسه مش جوه البابل هي راحت عمل التقويات طبعا هم موفرين لها جيم جوه البابل اكيد من غير معرف ومن غير مسأل موجود ولكن هي راحت كان عندها مباراة نسيت راحت الجيم اللي في بلاك بول عملت تقوية ومش جابوا الكاميرات جوه النادي ولكن بره البابل راحت جابوا الكاميرات فرغوها لقوا نوران خرجت من الفقاعة استبعدوها فورا بدون اي التماسات بدون اي شيء وهو ده اللي بقوله حضراتكم ان اختراق الفقاعة انت بتهدد سلامتك وسلامة الاخرين للخطر والموضوع ده مفوش تهاون وزا مولت لحضراتكم دائما ابدا انه سلامة اللعبين هي الاساس وسلامة المنظومة هي الاساس قبل المنافسات